مباشرةً لولاية الشمالية وهنشوف الأوضاع الصحية خصوصاً إنه تجولت كاميرا السودانية 24 بأسواق ومواقع التعديل بالولاية الشمالية في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد ومجموعة من العاملين بمواقع التعديل قالوا مناطبهم كانت خالية تماماً من الفيروس وإنهما ما غادروا ولاياتهم بسبب إطلاق الطرق. إحنا دا كله هنعرفه مع مراسل القناة السودانية 24 من الولاية الشمالية عمار حمزة صباح الخير وصباح السعاد عليك مرحباً شكراً جزيلاً الزميلة تسنيم رابح صباح الخير عليك وتحية لك ولزملاء ولمشاهدي السودانية 24 برنامج صباحة السودانية صباحة الجمال والخضرة والنيل والنخيل من الولاية الشمالية حضرتها صباحاتك نور زميل عمار إحنا عايزين نعرف معاك الأوضاع الصحية الحالية بولاية الشمالية الوضع الصحي زميلة تسنيم بالولاية الشمالية صراحة وضع مقلق خاصة طبعاً هذا حسب تصريحات السلطات الصحية بالولاية حيث وصل وآخر إحصائية لعدد المصابين بفيروس كورونا تسع حالات جديدة العدد الكلي للمصابين 172 حالة 11 حالة تعافي حالة وفاة جديدتين طبعاً هذا حسب تقرير الوباء لوزارة الصحة للأيام 17-18-19-20-21 لشهر يوليو 2020 نتحدث أيضاً عن مدينة ضنقلة بالتحديد هي الأكثر تضرراً بهذا الوباء وحذرت الجهات الصحية من وضع كارثي خاصة وأن المواطن هنا في مدينة ضنقلة وفي الولاية الشمالية لم يلتزم بالإجراءات الصحية التي وضعتها الجهات الصحية حيث الأسواق حيث التجمعات وعدم لبس الكمامات خاصة وأن الكثير من المواطنين ينكرون وجود هذا الوباء من الأساس الصحة تحذر من إزدياد حالات الإصابة أيضاً لاحظنا إزدياد حالات الوفاة في مدينة ضنقلة وأشار مدير الطب الوقائي بمحلية ضنقلة إلى أن إزدياد حالات الإصابة بالفيروس يعود لعدم انتزام المواطنين بالموجهات الصحية وذكر أيضاً أن هناك حالات لا يتم التبلغ عنها هناك يعني تستر من بعض المواطنين المصابين بهذا الوباء عموماً الوقاية هي خير من العلاج والالتزام بموجهات وزارة الصحة هي الحل عمال أنت كنت في زيارة لمواقع تعديم بولاية الشمالية فعايز أخذ معاك قراءة عامة للوضع الذي أنت شفت بالتأكيد تجولنا في عدد من أسواق ومواقع تعديم بمحليات حلفة ودلقو ومحلية ضنقلة الأسواق طبعاً مثل سوق نمر واحد بحلفة وسوق صوارضة وأسواق القعب ومواقع القعب هذه الأسواق تجولنا فيها واستطلعنا عدداً من المعدنين والعاملين بأسواق ومواقع التعدين عن الأحوال الصحية عامة حتى الآن وفي اتصال قبل قليل مع مدير أو مسؤول البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية بالشركة السودانية بالولاية الشمالية لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا وسط المعدنين الحمد لله سعدين جداً بيئة المداخلة الهاتفية عمار حمزة وأكيد سعدين أكثر بكل الأخبار أنت ذكرت أحد الأوضاع الصحية بولاية الشمالية وبتمنى لك أكيد التوفيق والنجاح شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً نحن نشوف مجموعة من الاستطلاعات الخاصة بالعاملين في مجالات التعديل ونعرف أكثر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ومشتراً لكم ومتعلنا جزيلاً ومعنوchar jumbo وبالنسبة لبرنامج كورونا الحمد لله ما فيه وكل المعابر والمداخل بتاعت السواق التعدين مكفولة وفيه خيام وفيه شباب يعني ما شاء الله ما أقصروا عاملين كل برنامج الحماية بالنسبة لكورونا الحمد لله نحن في نامي الداب في صحة تامة بعدين على الجهة الحاصل لها الكورونا في أمن والسلام والحمد لله والأسواق مستغرة ومشتغلة وفي أمان الله الحمد لله الناس لا بسكن مامات التباعد الاجتماعي الناس بعاد من بعض العمل ذاته هنا يعني الناس سكنه بسيط ما في زول أكثر من ثلاثة نفر بيكون ساكن في غرفة أو نفرين العمل ذاته ما بي في الطاحونة أو في كل موقع ما بيزيد من أطناشر نفر الأطناشر نفر دين ذاتهم بيكونوا يعني مقسمين في ثلاثة أربع مناطق حق السكن الناس قد تأكل كويس والحمد لله مرض ما فيه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لأنواع. الحمد لله والله ما في ذو الإنصاب ولا في ذو الجانب ومرض من كل الناس عن المسافرين حتى الحاضرين. ما عندنا الحمد لله ذو المصاب ولا شوفنا ذو المصاب ولا الحمد لله رب العالمين الحالات دي ما مرت بسوق ندى وفي أمن وأمان نحمد الله ونكون الأمد شاكرين. ونتمنى من الإعلام يا أخواننا والإعلاميين أن يصلوا هذه الأصوات الصادقة ما يروجوا الإعلام وما يكون إنه في كورونا وما إن إحنا ما عندنا كورونا بس أشيل بنتأذى بنتأذى منه أزمة المواصلات وأزمة الأشياء اللي بيجيب لنا العربات المكفول من الشارع. فإنه إحنا بنعاني من مشكلة إنه عندنا تراكم بتاعة ناس مسافرين وما لاقينا الوسيلة اللي بتواصلهم. والشغير الآن طبعا غسيل. مرة نلقى مرة مرة نلقى. نلقى هنا في السوق في الأكل وشراب اللي يفضل للهيال. في النهاية جعل المرض رب العالمين جاب القدرة طبعا. الكورونا المهم حسى عاليا دارين نمشوا الحكومة طبعا فيه ويقول للنرات دي. مخدنين بكلام الحكومتنا هنا وقايدين. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يفتح الطريق واحدة مش شوف يزور أحله وكمان نجيه ترجمة نانسي قنقر